السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي نموذج أسئلة مادة الرياضيات للصف الثاني متوسط أسئلة امتحان نصف السنة لعام 2023 طبعا البارحة لما نزلت الأسئلة نزلتها كفيديو وقلوا لي ستحليها وإن شاء الله هسا نقلتها بورقة نقلتها ست أسئلة ألف وبا وراح أحلها لكم لأن حسب طلبكم لما نزلت الأسئلة قلتوا لي حليها وإن شاء الله راح نحلها طبعا هي ملاحظة الإجابة عن خمسة أسئلة فقط الكل سؤال عليه عشر درجات هي ست أسئلة راح أحلها كل هن ستة ألف وبا يعني تقريبا بالدعاء السؤال يعني أكو سؤال الرابع ماكو ألف يعني ماكو ألف وبا يلا يعني سؤال الأول ألف جد النظير الضربي للأعداد الحقيقية الآتية هنا شي ريد النظير الضربي مطينا جذر واحد إلى سبعة ومطينا هاي الثانية هسا نأخذ أولا يقولك جذر واحد إلى سبعة هذا شنوه هذا نظير ضربي نظير ضربي فشنقول النظير الضربي أقول جذر واحد إلى سبعة يساوينا جذر واحد إلى سبعة يعني في جذر سبعة نان خليل على واحد ويساوينا واحد هو دائما النظير الضربي للعدد يطلعنا واحد والنظير الجمعي الصفر فهذا مطينا جذر واحد إلى سبعة ضربته قلبته في جذر سبعة إلى واحد ويساوينا واحد لأن هذه ويا هذه صير واحد هذا يا إذن شنو النظير شنقول نظير جذر واحد إلى سبعة هو شنوه هو جذر سبعة هذي نقول أول واحد ثانيا نأخذ سالب اثنيا جذر ثلاثة زائد ثلاثة شنقول هذا نظير ضربي نقول سالب اثنيا جذر ثلاثة زائد ثلاثة في واحد إلى سالب اثنيا جذر ثلاثة زائد ثلاثة يلا يعني تمام يساوينا أخلي لها هذا مقامها واحد زين إيش يدي يساوينا يساوينا واحد إذن النظير نقول النظير السالب اثنيا جذر ثلاثة زائد ثلاثة هو شنوه هو واحد على سالب اثنيا جذر ثلاثة زائد الثلاثة هذا السؤال الأول ألف النقطة الأولى والثانية فرعباء اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية زين مطينا سبعة بوينت ثلاثة في عشرة أس ثلاثة زين هذي شنوش عندي عندي صورة رقمية فشنقول أول ما نجي ننزل الزبعة الثلاثة وسبعين ننزل الثلاثة وسبعين زين ثلاثة وسبعين أحسب هنا شكم صفر واحد اثنيا على أساس ثلاثة فمادام عدي صفر نحذفها الصفر إذن طلع عندنا سبع تالاف وثلاثمية سبع تالاف وثلاثمية بس هي جل حل اثنين اثنين وخمسين بوينت ستة في عشرة والسالب أربعة إش أقول هنا ما دام سالب من جهة اليسار يساوي طبعا هنا يساوي صفر وصفر وصفر وخمسة واثنين وستة هذي هنا عندنا سالب أربعة من جهة اليسار هنا شخلي إش كم صفر هنا يعني شقدت وجهت هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن هذا هنا صارت هذا الناتج إن شاء الله افتهمت السؤال الأول نجي على السؤال الثاني يقول ألف مثل كل جدول من الجدول التالي في المستوى الإحداثي في المستوى الإحداثي وحدد الشكل الهندسي الذي يمثله جدول القيم نرسم طبعا المصدر هناك ترسمون هنا X موجب وX سالب Y موجب وY السالب وهنا الصفر أزيع هسا نعين الأعداد عدنا أربعة وصفر خلينا نسوي باللون الأسود حتى يبين أربعة وصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه أربعة وهنا صفر تمام عدي سالب أربعة بصفر سالب أربعة هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه سالب أربعة ويامن وي الصفر عدي الصفر واثنين هذه صفر واثنين ويامن الصفر والاثنين وي ال 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 إذن الصفر والاثنين نخلي واحد اثنين هذه الصفر والاثنين زين وعد الصفر والسالب خمسة هذا الصفر ويا من ويا السالب خمسة يعني هنا واحد ويا ثلاثة اربعة خمسة هاي الصفر ويا السالب خمسة اش طلع عدنا هنا طبعا بخط لحظة خنكمل هناك طبعا المصدر ترسمو شوف شون صار هنا اعواج هناك اقولكم بمصدره تمام المهم هذا تحددونه بمصدره ويصير يعني عدل هذا زين فرعبا جد ناتج طرح المقدار الجبري يلا عيني خلينا نشوف نقرأ السؤال وشيريد هو جد ناتج طرح المقدار الجبري منطينا ثنيا جذر ثنيا اش اقول ثنيا جذر ثنيا اه ناقص اه الجذور المشابهات نكتبهن يعني بحيدهن نقول ثنيا جذر ثنيا هنا هاي ثنيا جذر ثنيا اش بيها ناقص لان هو طرح ناقص جذر ثنيا يعني الجذور المشابهات نكتبهن اي تكعيب به نحصر كل جذور المشابهات زائد ها عيني وياما العشرين زت ويا الخمسة زت اقول عشرين ناقص خمسة وبين قوس ينزت بعد اش عندي بعد عدي زائد مطينا سالب أربعة جذر خمسة ناقص جذر خمسة وسد القوس ها عيني سالب خمسة جذر خمسة طبعا هاي زائد مناقص زائد جذر خمسة يلا عيني خلينا نطلع الناتج اثنيا هنا باعتبار واحد اثنيا ناقص واحد باعتبار واحد يصير جذر اثنيا اي تكعيب به زائد عشرين ناقص خمسة اخمسة عشرزت ناقص مجب السالب سالب فسالب نقول أربعة سالب أربعة لحظة ليش سالب أربعة مجب السالب سالب طبعا هاي لازم نقول المجب السالب سالب وهذه يصير سالب لأن مجب السالب سالب هالصير اشارات مشابهة نزل اشارة ونجمعها أربعة واحد سالب خمسة جذر خمسة سالب خمسة جذر خمسة انتهي الحل يلا يعني هذا سؤال الثاني خلصنا ألف وباق نجي على السؤال الثالث ألف سؤال الثالث ألف يقول إذا كانت قياسات الأضلاع الثلاثة المثلث هي ستة سنتيمتر وثمانية سنتيمتر وعشرة سنتيمتر حدد فيما إذا كان المثلث قائم الزاوية أم لا رح نربع نقول ستة تربيحة ستة وثلاثين وثمانية تربيحة أربعة وستين وعشرة تربيحة مية رح نجمع أصغر أعداد يعني نقول ستة وثلاثين زائد أربعة وستين أربعة وستة عشرة يصير مية وهنا طلع للحد الثالث مية إذن المثلث قائم الزاوية المثلث قائم الزاوية زي خلصت سؤال الثالث ألف نجي على فرع با سؤال الثالث فرع با يقول استعمل ترتيب العمليات على الأعداد النسبية لتكتب المقدار بأبسط صورة مطينا سالب واحد إلى خمسة في خمسة وعشرين سالب ثلاثة زائد ثلاثة إلى اثنين في ثمانية إلى واحد وعشرين إشي أسوي رح أحصر كل قوسين بحدة يعني هنا زائد هنا هاي تيليش أكتبها مرة ثانية تمام هاي أول خطوة زي نشوف بيها اختصارات ايه بيها اختصارات هنا الخمسة بيها واحد وخمسة وعشرين على خمسة هاي بيها واحد وهاي بيها أربعة هاي بيها واحد وهاي بيها سبعة سالب بالسالب موجب خمسة نقول خمسة على ثلاثة تمام تمام زائد واحد في أربعة أربعة واحد في سبعة سبعة طلعتنا خمسة على ثلاثة زائد أربعة إلى سبعة من بعد ما اختصرنا وضربنا السبعة ما عدي ضرب نجي جمع فتجمع نوحد المقامات هنا سبعة في ثلاثة واحد وعشرين المقامات خلينا هنا واحد وعشرين على ثلاثة بيها سبعة سبعة في خمسة خمسة وثلاثين زائد واحد وعشرين على سبعة بيها ثلاثة ثلاثة في أربعة 12 يساوينا الواحد وعشرين ينزل 12 زائد 35 يطلع لنا 47 وخلصت المسألة 47 إلى 21 زي هذا السؤال الثالث خلصنا ألف وبر نجعل السؤال الرابع يقول لي بسط وأكتب الناتج بوصف قوة واحدة زي مطيني الثلاثة والسالب خمسة على الثلاثة والسالب تسعة هنا شا أسوي هنا عند القسمة تطرح الأسس عند القسمة شبيهة تطرح الأسس فهنا ما دام الأساسات مش شابهات إذن شا أسوي أقول الثلاثة أنزلها ما دام مش شابهات الثلاثة شبيهة الثلاثة أنزلها زي فش نقول الثلاثة نقول سالب خمسة ناقص يعني نقول عند القسمة تطرح الأسس ناقص سالب تسعة هاي ما ليش ناقص عند القسمة تطرح الأسس وهذا ننزلت ويساوين ثلاثة سالب خمسة نزلتها السالب بالسالب موجب تسعة ويساوين ثلاثة تسعة ناقص خمسة أربعة طلعت لنا ثلاثة أس أربعة تمام تمام خمسة أس ستة في خمسة أس اثنين هنا عدي ضرب يعني شو نقول نقول خمسة أس ستة في خمسة أس اثنين أنزل الخمسة عند الضرب تجمع الأسس أقول ستة زائد اثنين يساوينا خمسة أس ثمان وخلصة الحل سبعة أس ثلاثة هذا رفع القوة رفع القوة سبعة أس ثلاثة بين قوسين أس أربعة نقول سبعة أس ثلاثة في أربعة ويساوينا سبعة أس ثماش ثلاثة في أربعة ثماش زي نجي على اثنين أس ثلاثة في اثنين أس أربعة نقول عند الضرب تجمع الأسس أقول 3 زائد 4 ويساوينا 2 وال7 6 عند القسمة تطرح الأسس 7 وال7 على 7 وال4 زين إيش أسوي هنا 7 أقول 6 ناقص 4 هذا الناقص عند القسمة تطرح الأسس 7 6 ناقص 4 والس 2 سؤال الرابع خلص نجح على السؤال الخامس خلينا أطلع كله أطويل الحل سؤال الخامس ألف يقول جد ناتج المقدار سؤال الخامس ألف جد ناتج المقدار جد ناتج جمع المقدار فاش أقول المقدار الجبري مطيني سالب 15 مطلق الـ 15 M تربيع N زائد 12 GH زائد 21 قصد 1 إلى 20 R تربيع V تكعيب زائد مطلق السالب 45 M تربيع زائد 10 GH زائد 2 إلى 30 R تربيع V تكعيب تمام مطلق السالب 15 جد اللي هو ها خلينا ناخذ المطلقات ببحث يعني قبل لا نطلح سالب 15 M تربيع N زائد مطلق السالب 45 M تربيع N ونسد القوس زائد ناخذ 12 GH زائد 10 GH نسد القوس زائد ناخذ 1 إلى 20 فتح قوس 1 إلى 20 R تربيع V تكعيب زائد من زائد 2 إلى 30 R تربيع V تكعيب وسد القوس تمام خذت كل 2 نبحة زائد مطلق السالب 15 15 M N تربيع زائد مطلق السالب 45 45 M N تربيع زائد M تربيع N أي نعم زائد 12 GH هذا أنزله زائد 10 GH هذا الباقي كلها ينزل زائد 1 إلى 20 R تربيع V زائد 2 إلى 30 R تربيع V تكعيب يساوي زائد 15 و 45 60 60 M تربيع N زائد 10 و 20 22 GH زائد هنا نوحد المقامات اللي هي 60 يحيطلع لنا شوف راحة وحد المقامات هنا 60 60 كم 20 60 كم 20 بها 3 3 3 في 1 ثلاثة زائد 60 كم 30 بها 2 2 2 في 2 4 يطلع عن 7 على 60 صح 7 7 7 إلى 60 6 5 6 5 5 6 5 6 7 6 6 5 6 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 7 6 6 7 7 7 8 7 9 6 8 9 8 جذر خمسة هستوحدة يعني الجذور زائد 2 جذر خمسة ناقص 4 جذر خمسة هستجذور شبيهة متوحدات إذن كلها جذر خمسة 6 في 5 30 30 جذر خمسة زائد 2 جذر خمسة ناقص 4 جذر خمسة يساونه 30 زائد 2 هستجذور من الشابهات 30 زائد 2 32 ناقص 4 28 تمام 28 جذر خمسة 30 زائد 2 30 زائد 2 31 32 32 ناقص 4 32 32 ناقص 4 صح بها 28 صحيح حلنا صحيح 28 جذر خمسة زائد هست السؤال السادس ألف السؤال السادس ألف شيريد يقول بسط الجمل العددية باستعمال الخواص للعناصر باستعمال الخواص العناصر اللي العناصر المحالد النظير الجمعي والنظير الضربي زائد نقول 3 زائد جذر خمسة في جذر خمسة ش راح أسوي راح أضرب أول مرة بالمرافق ليش بالمرافق لأن عدي جذر وهذا جذر وكسر أول ما نضرب بواحد ثاني خطوة نا راح أسوي هالجذر نقول نضرب 3 زائد جذر سبعة على جذر سبعة في جذر سبعة على جذر سبعة نضرب جذر سبعة بالبسط والمقام زين أسا شو نقول جذر سبعة فيه ثلاثة أقول ثلاثة جذر سبعة زائد جذر سبعة فيه جذر سبعة سبعة على جذر سبعة فيه جذر سبعة سبعة خلاص الحل يعني نضرب هذا وهذا طبعا السؤال السادس اللي هو قايل اللي هذا فرع با ما كتبت السؤال اللي هو أعتقد ما لذكر أحسب أحسب الأسس أي ذكرت أحسب الأسس السالبة مطينا أول واحد خمسة السالبة ثلاثة أو مطيني اثنين طبعا نذكر مطينا اثنين خمسة السالبة ثلاثة ومطينا شنو بالله يا ربي مطينا ثلاثة والسالبة اثنين خلينا نحن خمسة والسالبة ثلاثة نقول واحد إلى خمسة والسلت ثلاثة يساوي واحد إلى ثلاث مرات خمسة مية وخمسة وعشرين يعني خمسة في خمسة في خمسة أسه ثلاثة والسالبة اثنين ثلاثة والسالبة اثنين شنقول ثلاثة والسالب اثنيين نقول واحد الى ثلاثة والسي اثنيين واحد الى ثلاثة تربيحة تسعة خلصت النماذج او النموذج اسئلة وحليناها حسب طلبكم ان شاء الله التوفيق